ماذا بعد اغتيال اسماعيل هنية خاصة فيما يتعلق بملف المفاوضات لوقف اطلاق النار واطلاق صراح المحتجزين بعد التحية لك خاصة من كل سيدات والسادة المشاهدين وتبعين الكرام انا اعتقد ان هناك اصبح ارث اسم ارث الشهيد اسماعيل هنية هذا الارث هي خطوط حمراء لا يمكن اي سيأتي بعد ان يثنازل عنها وهذه الخطوط هي واضحة خلال جولات المفاوضات لذلك رأينا اليوم الامريكان يتحدثون ان اغتيال الشهيد اسماعيل هنية لن يغير المفاوضات ولن يصل الى هدنة قريبة من خلال المفاوضات بالعكس سيعقد الامور اكثر هكذا اصبحت الامور بشكل واضح بالتأكيد انا اعتقد سيعطى الملف المفاوضات عدة اشهر لم يكن حتى ان تنتهي الانتخابات الامريكية هذا ما ارادوا نتنياهو هذا ما منفدوا نتنياهو وبالتالي الامريكان انا بغض نظر عن ما قيل اليوم ان هناك كان مكالمة بين بايدن ونيتنياهو كان طبعا شديد اللهجة من بايدن مع نتنياهو وضرورة التوصل الى هدنة وان وفد اسرائيلي سيصل قريبا الى القاهرة او الدوحة اعتقد هذا الكلام يعني سابق لاوانو الحديث عنه بصراحة وان الامريكان يعلمون قد يكون رئيس بايدن وجزء من الطاقم وليس كل طاقم معه لا يعلمون بعملية الاغتيال لا عملية اغتيال الشهيد اسماعي الهني ولا طبعا الشهيد طبعا فؤاد شكور ولكن اقل تقدير جزء من هذه الادارة والحكومة العميقة او الحكومة المركزية داخل الولايات المتحدة الامريكية مطلعة ولا يجرؤ ان تنياهو على القيام بذلك الا عندما منحها الدول الأخضر لذلك انا اتوقع اخي حسن ان المفاوضات ستؤجل بغض نظر عن تدخل الامريكي الان وجميع ينتظر ردة الفعل ما يطلق عليه محور المقاومة هل هو قادر لعادة الهيبة له بعد ان ضربها الاحتلال في معقلين مهمين الضاحية الجنوبية وطهران وبالتالي لم تعد هناك خطوط حمراء هناك في ابريل الماضي لأول مرة يتم القصف من ايران مباشرة من خلال مسيرات وسواريخ طبعا فشلت في الوصول الى اهدافها او كان اعتقد في حين ان القصف اعلامي اكثر منه حقيقي الان كسر هذا الحاجز هل سيكون الرد بنفس المستوى اعلم كل هذا الامر بانتظار وبصراحة يعني اليوم قبل اقل من ساعة طبعا عطلت طبعا او حد اقيل انه تم الهجوم السبرالي على طبعا مطار تل ابيب وعطل مطار بن جريون بشكل كامل هل هذه بدايات للهجوم نعرف انه سيصبح الهجوم بالتأكيد تعطل الانترنت في دولة الاحتلال لذلك اليوم تم طبعا توزيع اجهزة اتصال تعمل بالقمر الصناعي على وزراء حكومة نتنياهو خشية التعرض للهجوم السبرالي يسبق اي هجوم بالتأكيد كل هذا الامر له حسابات لكن المفاوضات الان اخي حسن جميعها ستكون معطلة حتى اقل تقدير تتضح الصورة هل سيكون رد ورد مقابلة ام لا اذا كيف يمكن تفسير ما ذكره الاعلام الاسرائيلي بان هناك خلافا بين نتنياهو من جهة والوفد المفاوض من جهة اخرى انعكس في اجتماع اليوم وان وفدا سيتوجه الى القاهرة اما السبت او الاحد لذلك قلت ان هناك اشيرة في الاعلام العبري ان بعدك مكالمة بايدن معنى انه سيتم ارسال الوفد بس الوفد سيتفاوض مع من مع مقاومة مجروحة قتل قائدها مع من سيتفاوض مع هل ستستقبل الدوحة والقاهرة هذا الوفد وتتفاوض معه في ظل الدم الذي لم يجف لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اعتقد الامر صعب صحيح نحن في غزة بأحوج الى وقفة الحرب وحقن الدماء لكن ليس اوان اعتقد اخي حسن الان الحديث على مفاوضات الارسال الوفد هذا عبث الان بشكل او باخر اقدام نتانياهو واجهزة الامنية على اغتيال رئيس المكتب السياسي هو قلب لكل محاولات الوصول الى هدن كانت الامور تسير بشكل طبيعي قبل زيارة نتانياهو الى واشنطن البعض تفاعلة وقيل ان الوفد سيسافر قبل طبعا سفر نتانياهو الى واشنطن اجل حتى بعد عودته من واشنطن وواضح ان في واشنطن تم التخطيط بشكل كامل لعملية الاغتيال للقائد اسماعيل هلية هل هذه الامور ستقف عند هذا الحد لذلك قلت ان ارسال الوفد الان عبثي صحيح انا قرأت ان اسرائيل سترسل الوفد من سيستقبل ومن سيتفاوض معه بالتأكيد لا يوجد حتى حركة حماس التي اختارت مؤقتا خالد مشعل كرئيسا للمكتب السياسي لن تتفاوض في ظل هذه الظروب بشكل وباخر رغم ان الجميع بحاجة لوقف هذه الحرب المصعورة لشعبنا الفلسطيني ولكن لم يأني الاوان للحديث على اننا جاهزون للمفاوضات غير مباشرة في الوقت الحالي بين الاحتلال والمقاومة ولا اعتقد ان هناك رغم الضربات القاسية التي تلقتها المقاومة في قطاع غز وحركة حماس بالتحديد على اجنحات السياسية والعسكرية لكن انا اعتقد ان الامور لن تكون سهلة طيب اذا كان باب المفاوضات موصدا الآن فماذا عن المقاومة ورد فعل المقاومة الفلسطينية بكل كتائبها وفصائلها في اعقاب اغتيال هنية اخي حسد نحن نعلم ان المقاومة تلقت ضربات قاسية خلال 300 واحد يوم من الاحتلال السريري الى قطاع غزة هذه الضربات القاسية بالتأكيد اثرت على قدرت العسكرية بشكل كبير جدا ورغم كل ذلك لم تنهار المقاومة اليوم اتحدث لازالة بمقدورها ان تنفذ بعض العمليات هناك اليوم انطلقت سواريخ محدود صحيح قيل ان الصاروخ الذي طبعا خرج كما قيل في الاعلام العبري من جنوب قطاع غزة كان مدى من 50 الى 60 كيلو متر هذا طبعا لم يستخدم منذ فترة طويلة وبالتالي هل لدى المقاومة سواريخ استراتيجية تستطيع ان تستخدمها لا هذا بالانتظار المقاومة في غزة طبعا كما اشرنا هي متعة ومرهقة ورغم كل ذلك هي لم ترفع الرأي ولا يوجد يعني بنعرف ان الدخائر تنضب بشكل او باخر وهي تعيد تدوير ما يتبقى من طبعا دخائر او كما يقال عنها غنائم من جيش الاحتلال يعيد عملية تدويرها من رصاص او طبعا سواريخ حتى يكون بمقدورهم استمرار المقاومة وبين الفين والاخرى يكون هناك اظهار سلاح جديد كما رأينا السهم الاحمر الذي قيل انه صاروخ صيلي ضرب مرتين في عمليات في رفح كلا الايام الماضية هل يكون لدى حماس عديد من هذه السواريخة لا هذا سننتظر في الايام لكن الخشية ان يكون باخي حسن الحمل الاكبر للرد على جرام الاحتلال وعملية اغتيال طبعا القائد حماس او القائد الفلسطيني اسماعيل هنية من قبل المقاومة الفلسطينية فالامر سيكون مرهق الضفة الغربية مقاومتها ايضا محاصرة واعتقل خلال العشرة اشهر الماضية قرابة 9500 الى 10000 بالتأكيد جلهم من من سيكونوا نوال عمل مقاوم ضد الاحتلال الاسرائيلي ومحاصرة بشكل او باخر في تنفيذ عملية لكن رغم كل ذلك اعتقد ان المقاومة الفلسطينية ستتمكن من ايجاب طريقها لايلام الاحتلال اكثر من مما ننتظره بصراحة من محور المقاومة ان كان في جنوب لبنان او كان من ايران او من اليمن نحن طبعا نشكر كل من يقف معنا في ايلام الاحتلال وازعاجه بشكل او باخر وحافظ حزب الله خلال 10 اشهر الماضي على قواعد اشتباك بينه بالاحتلال لم يأمن الاحتلال بالعكس هناك قرابط 150 الف مستوطن او مواطنين يعيشون داخل المدن الشمال اما هجروا او عاشوا في خلال 10 اشهر الماضية في الملاشئ وهذا امر جيد في التخفيف على المقاومة في نزه ولكن لا زال طبعا بمقدورهم ان يؤلم الاحتلال اكثر من ذلك ان ارادوا نعرف ان محور المقاومة الان في حالة لا يحسدوا عليها اما ان يعيدوا الهيبة لهم او ان يخسروا قواعدهم الشعبية الكبيرة التي طبعا خلال 10 اشهر الماضية ارتفعت السهم بشكل كبير جدا وكل طبعا الشارع ينتظر هل سيكون رد مؤلم من قبل المقاومة او محور المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ام يبقى الامر بجل على كاهل المقاومة الفلسطين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة